برعاية اممية مجددا تنطلق سلسلة اجتماعات ومشاورات بين الرفقاء الليبيين لحل ازمات متتالية تكتاح بلادهم امال ربما ليست بالكثيرة يعلقها الليبيون على مشاوراتهم التي انطلق قطارها من مدينتي بنغازي في الشرق وزوار غرب البلاد قرب الحدود مع تونس الشهر الجارية يتبعها اجتماعات في الجنوب الليبية الذي يعاني التهميش اكثر من عشرين اجتماعا متوقع عقدها خلال الفترة المقبلة لتفضي بحسب خطة القائمين عليها الى عقد مؤتمر وطني يمهد لاجراء انتخابات عامة بنهاية العام الجاري ربما هي الخطة به انجاز التعبير التي لجأ اليها المبعوث الاممي الجديد غسان سلامة لحل ازمات لا تنتهي في الدولة الواقعة شمال افريقيا وتعاني اقتصاديا وامنيا وقبلهما سياسيا بعدما وصلت خطته الاولى الى طريق مسدود وبدأ فيها الاتفاق السياسي الليبي الموقع في السخيرات المغربية ديسمبر الفين وخمسة عشر مهددا بالانهيار بحسب محللين عائدات النفط وسلطات الحكومة المركزية ونزع سلاح الفصائل قضايا بدأت خلافية وانتهى بها الحال لتكون سببا في زعزعة دعائم دولة تعيش مرحلة انتقالية صعبة منذ انتخابات متنازعة في الفين واربعة عشر قسمت على اثرها البلاد لفصائل سياسية وعسكرية متنافسة في الشرق والغرب ولانها دوما كانت داعمة لجارتها الغربية فستستضيف القاهرة سلسلة من الاجتماعات التي ينظمها مركز الحوار الانساني بجينيف بالتنسيق مع بعثة الامم المتحدة في طرابلس اربعة محاور رئيسية يعتمد عليها ما وصف بالمصار التشعوري هذا اولويات الحكومة والامن والدفاع وتوزيع السلطات والعملية الدستورية والمصار الانتخابية لكن يبقى التساؤل الى اي مدى ستجدي تلك الخطوة في حل ازمة اشعلت فتيلها ازمات داخلية واججتها اطراف خارجية ولا تزال اشتركوا في القناة